كما عقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف شربيني اجتماع لبحث التعاون المشترك في ملف التنمية البشرية ومناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين وأكد عبدالغفار قيم الدولة خلال العشر سنوات السابقة بتطوير البنية التحتية بما ينهض بملف التنمية البشرية حيث إن بيئة السكن تؤثر صحيا ونفسيا واجتماعيا على المواطن مشيرا إلى الزيادة في متوسط عمر المواطن لتيجة جهود تحسين جودة الحياة